أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحسين الشيباني قال حدثنا أبو علي الحسين بن المذهب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدنا بن مالك القطاعي قال حدثنا أبو نعيمين الفضل بن دكال قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الفراسي عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنته ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أنه أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها أستخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ثم تبكين تبكين ثم إنه أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حز فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت إنه أسر إليها فقالا إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل عامين مرة وإنه عارضني به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لاك فبكيت لذلك ثم قال ألا ترضينا أن تكون سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين قالت فضحكت لذلك حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن عروتاب بن الزبير عن عائشة قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبنته فاطمة فسرها فبكت ثم سرها فضحكت فسألتها عن ذلك فقالت أما حيث بكيت فإنه أخبرني أنه ميت فبكيت ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان وكلاهما كان ثقة قالت دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن لحوم الأضاحي فقالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم رخص فيها قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته فطمة بلحمين من ضحياها فقال أولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنه قد رخص فيها قالت فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال له كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ليثني يعني ابن أبي سليمين عن عبد الله بن حسين عن أمه فطمة ابنتي حسين عن جدتها فطمة بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك قال إسماعيل فلقيت عبد الله بن حسين فسألته عن هذا الحديث فقال كان إذا دخل قال ربي أفتح لي باب رحمتك وإذا خرج قال ربي أفتح لي باب فضلك قال حدثنا أبو معاوية حدثنا ليثن عن عبد الله بن الحسين عن فطمة بنتي حسين عن جدتها فطمة بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال باسم الله والسلام على رسول الله اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال باسم الله والسلام على رسول الله اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك حسنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابيه عن الحسن بن الحسن عن فاطمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكل عرقا فجاء بلال بالاذان فقام ليصلي فاخذت بثوبه فقلت يا ابا هلا تتوضأ فقال مما اتوضأ يا بنية فقلت مما مست النار فقال لي اوليس اطيب طعامكم مسته النار حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن ليث عن عبدالله بن الحسن عن فاطمة بنت حسين عن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا محمد يعني ابن راشد قال حدثني جعفر بن عمري بن اومية قال دخلت فاطمة على ابي بكر فقالت اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اول اهله لحوقا به حدثنا عبدالصمد حدثنا القاسم بن الفضل قال قال لنا محمد بن علي كتب الي عمر بن عبدالعزيز ان انصخ اليه وصية فاطمة فكان في وصيتها الستر الذي يزعم الناس انها احدثته وان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فلما رآه رجع حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن ابن ابي مليكة قال كانت فاطمة تنقذ الحسن بن علي وتقول بابي شبه النبي ليس شبيها بعلي اشتركوا في القناة